اشتركوا في القناة اعلنت السلطات الصحية اليوم 17 من ابريل تسجيل سبع حالات اصابة جديدة ببيروس كورونا في سنغال القى القليفة المريدية الشيخ منتخى البشير خطابا الى الجميع يطلب فيه الرجوع الى الله سبحانه وتعالى للنجاة من البلا اتفاق مجموعة العشرين جافع بتعليق مؤقت لقدمة الدين لصالح الدول الافريقية وتتابعون في هذه النشرة ايضا اهم ما تناولها الصحف مع الفاروق وقبل ذلك نقرأ لكم الاخبار الدولية ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طابت اوقاتكم اهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الاخبارية اعلنت السلطات الصحية اليوم 17 من ابريل تسجيل سبع حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لنستمع الى وزير الصحة والعمل الاجتماعي عبدالله جفسار يوم الجمعة 17 ابريل 2020 الوزارة الصحية والعمل الاجتماعي حصلت على نتائج فحصات طبية من بين 247 اختبارا تم اجراؤها اليوم عدد 7 اختبار ايجابي اي اصيب بالفيروس بما في ذلك 5 حالة من جهات اتصال للمتابعة وحالتين جديدتين من المجتمع اي حالة مجهولة المصدر شفية اربع مريضا اليوم وسيخرجون من المشتشفى بعد قليل والان 342 حالة ايجابية منذ بداية ظهور الوباء في السنغال شفية 198 مريضا وخرجوا من المشتشفى ووفاة مصابين ونقلت حالة الى بلدها والان 141 مريضا تحت العلاج في عنابر المشتشفيات واوضاع المرضى في المشتشفيات مستقرة وفي اتار السعي لمنع التفشي ويروس كورونا المستجد الوزارة الصحية والعمل الاجتماعي تدعو جميع المواطنين الى ارتداء الكمامات عند خروجهم الى الاماكن العامة كالاسواق وغيرها مع احترام بتعاليم السلطات الصحية المأمورة لوضع حد الانتثار الوباء كبالتسعة عصر في البلد نشكركم جزيل الشكر عمر جوف هو الذي قام بالترجمة هذا القطاب القى صماحة سيق محمد المنتقى مبكى القليفة العام للمريدين ختابا دعا فيه الجميع الى تهدئة القواطر وتخفيف الروع من هذا الوباء بالتوبة والرجوع الى الله ونذاكر ان شيق هو اول من تبرع بمبلغ يقدر بمئتي مليون لمساعدة الحكومة في محاربتها ضد الوباء منذ اول ظهوره في البلاد بولمي جايثم اتفاق مجموعة العشرين بتعليق مؤقت لقدمة الدين لصالح الدول افريقية الاكثر فقرا في العالم لمزيد من التفاصيل اليكم هذا التقرير لصيد خارج بجان اتفاق وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين الاربعاء على تعليق مؤقت لحدمة الدين للدول الاكثر فقرا لمساعدتها على موجهة التداعيات الصحية والاقتصادية لوباء كورونا وذلك في بيان افضروه بعد اجتماع عبر الفيديو نظمته السعودية وفحت مجموعة العشرين ونادي باريس ومجموعة السبعة وكذلك جميع المانهين الرسميين السنائيين على مشاركة في هذه المبادرة ضرورة دعم الاقتصاد العالمي بيان وظير المال السعودي محمد جدعان في محتمل صحفي عبر الفيديو فهذا نحن عاظمون على عدم التوفير اي جهد لحماية الارواح وبيان انهم لا بد ان يقدموا اكبر دعم ممكن للاقتصاد العالمي والتأكد من سمود النزام المالي وانفقت الحكومات الاف مليارات دولار لاحتواء تأثير الفيروس الذي يشل قطاعات برمتها في الاحتساد العالمي واثبتوا ان وباء كوفيد 19 اصاب اكثر من مليون شخص في العالم كوفيد 19 ما زال الوباء يجاح البلاد العالم رغم ان سين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيثرت بشكل فعال على انتشاره واجبر الوباء العديد من الدول العالم وعلى رأسها دول كبير بامكانيتها وعدد سكانها على اتخاذ اجراءات استثنائية تنوعت من حضر الطيران الى اعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها وحتى اغلاق دور العبادة لمنع التفشي العدوى الخاتلة مستمع الكرام وصلنا معكم الى اخبار الدولية ونستهلها بقبر الرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي قال قد حانا لاعادة تشغيل الاقتصاد الامريكي خلال المؤتمر الصحف اليومي قال ترامب استنادا الى احدث البيانات يتمع فريق القبراء لدينا الان على الخول انه يمكن بدء المرحلة المقبلة من حربنا والتي نسميها اعادة تشغيل الامريكا على حد قوله المستشارة الالمانية انجلا ميركل تؤكد دعم المانية الكامل لمنظمة الصحة العالمية واعربت المستشارة الالمانية عن دعم بلادها لمنظمة الصحة العالمية حيث تشددت على انه لا يمكن الانتصار على جائحة كورونا الا عن طريق رد دولي قوي ومنصق على حد تعبيرها متابعونا بعد هذه الاخبار الدولية نترق الى اهم ما تناولها الصحف مع الفاروق سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ان اهم ما وردت في الصحف خلال هذا الاسبوع الجاري انباء حول فيروس كورونا المستجد وقد تناولت عبرس الصحافي في الدولة كل ابسرفاتر والفكر تجاه يا رمان المسمى بالتبامار يتحدث ويعتذر في مقابلته مع الاف امتباع ان اسم مورو مورو تتداوله الاسنة في الاسابع الماضية ان هذا الاسم المريد الشهير طلب السماحة على السنغاليين كلهم وقال انه دمره حقيقة انه كان اول سنغالي يصيب عائلته مواطنيه وكشف انه لم يكن خائفا على الاطلاق اثناء مرضه قال على الرغم من انه لا يزال يعيش ابن عن ندم قال يا رمان انه معجب بفريقي طبيب السيد في فن تعاطفهم وكشف ايضا انه خلافا للمعلومات المقدمة لم يتلقى ابدا مساعدات غذائية من الخليفة العام لتاريخ المريدية وفي الليبراشون ينكاي انتقال الفيروس التاجي في المجتمع في العاصمة بعد قلتابي تم تنظيف المؤامرات واصاب انباعو في مواجهة وضع الحالات المجتمعية في الدكاري يجمع الوزير عبدالله جسار جميع المتخصصين لاتحاسي تدابير مهمة حسب التقرير الليبراشون وهكذا فان البلديات يوف ووكام ومدينة وكذلك كرمسار وبكين وسنغلكام تأثرت جميعا لهذه الحالات المجتمعية الغياب المثير لأعداء المعارضة في قائمة المتبرعين والمساهمين وبحسب اللبس لم يدع أي زعيم سياسي للمعارضة السرغالية يده في الجيب للمساهمة في الجهد الوطني لمحاربتكم التساط عصر وشكرا لكم على حسن متابعتكم شكرا جزيلا لحسن متابعتكم قبل قتام هذه النصرة نذكركم على اهم ما تناولناها خلالها أعلنت السلطات الصحية اليوم 17 من أبريل تسجيل سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في السنغال ألقى الخليفة المريدية الشيخ منتقى البشير ختابا إلى الجميع يطلب فيه الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى للنجاة من البلاء اتفاق مجموعة العشرين جيفي بتعليق مؤقت لخدمة الدين لصالح دول إفريقية وصلنا إلى نهاية هذه النشرة إلى اللقاء اشتركوا في القناة